صناعة السيارات في ولاية اشتايا مارك أصبحت المحرك الرئيسي للبطالة ده اللي صرح يمكن صرح به مدير شتيفان براتسل اللي هو الباحث الألماني إنه بيقول إنه فيه خطر كبير جدا على صناعة السيارات اللي ممكن تدفع شركة فولكسفاجن لغلق المصانع وتسريح العمال يا سيد الكريم باختصار اليوم الحديث هو للصين الصين هي التي تتحدث الصين هي التي هي لها اليوم الكلمة العليا بكل بساطة من لا يستطيع من لا يستطيع أن يصنع سيارات بجودة عالية وبتكاليف منخفضة وبمواصفات أيضا مرتفعة لن يستطيع أن يكون له وجود بالسوق البيروقراطية ونظام الضرائب ونظام الأجور المرتفعة في النمسا وأضف إلى ذلك الكثير لا تستطيع الصناعة الصمود ويوجد عندنا اليوم أعتقد خبر آخر ماذا يقول لك؟ صناعة المعدنية يقول لك 8600 وظيفة مهددة مهددة خلال السنة إلى السنتين المقبلة فبالتالي هذا كله يجر إلى بطالة وارتفاع نسبة العطالة عن العمل فاليوم الكلمة العليا لمن يكون ذكي في هذه الموطيات اليوم السيارات ذات محركات الاحتراق انتهت اليوم السيارات الكهربائية الكهربائية والإنتاج الرخيص الإنتاج المقبول بالنسبة للأسعار لا أحد يستطيع أن ينافس الصين رغم بعدها الجغرافي لا أعتقد فولكسفاغن ولا أي شركة أخرى تستطيع المنافسة مدامات متمسكة يعني بآلية عملها